عثرت قوة مشتركة من المن والشرطة كانت متواجدة أثناء رفع الأنقاض من مبنى البنك المركزي في محاسظة نينوى على أكياس تضم مبالغ مالية كبيرة. وابلغ مصدر مني أن المبالغ المالية كانت مدفونة تحت أنقاض بناية البنك المركزي الواقع بالقرب من مجمع المباني الحكومية وسط المدينة القديمة. وأضاف أنه حتى الآن عثر على كيسين ويعتقد أن هناك المزيد تحت الانقاض التي يتم رفعها. ومن الجدير بالذكر أن بناية البنك المركزي تعرضت لقصف عنيف من قبل التحالف الدولي اثناء سيطرة داعش على الموصل وبقيت انقاضا حتى بدء رفع الانقاض قبل يام تمهيدا لا عادة بنائها.